أبو مسلم هل في مطش النهاردة الكفتين والتسويتين بالنسبة للفرقتين فكرة المستوى الفني للعبين هنا زي هنا ولا الوضع كان مختلف أو فارق للنادي الأهلي لا هو الوضع كفني النادي الأهلي فارق بشكل كبير يا فاروح احنا بنتكلم من النادي الأهلي المطش هنا بتاع الكهرباء كان ممكن نكسب بنتيجة كبيرة يعني كرة على الكهرباء بتاع برستاول كان ممكن تجيب 3-4 بس احنا بنتكلم من الأجواء النهاردة أجواء صعبة جدا تتكلم هناك هو طبيعي اللي هو خايف من نادي الأهلي عارف امكانيات وفرق امكانيات لعب من نادي الأهلي عارف الفاروق والحلول الفردية المميزة عند نادي الأهلي تتكلم نهاردة على برستا وقفل على برستا بشكل كبير جدا حتيني الشحات قفل الملعب من نهاردة بشكل كبير جدا انا بس يعني الفترة يعني المطش فيه حاجة كده لقطة كده فاروق انا خارجت انتباهي بشكل كبير وكانت بدأ بفرق اللي انت كل اللقطة لحدتت لما الناس بتيجي يعني الناس المعزومين مع فوزي الأكلح اللي هو الرئيس الاتحاد الأكلح ماشي لقجع 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 بللغة اللي بتاعتم يعني قلون لقلح بتاعتم انت بتتكلم لل ناس كلها الصورة كلها جاي عليهم هم يعني حتى كابتن الخطيب مش جايبين حتى الصورة لنس للوافد المصري انت فيهم يا جددات ربنا خزالهم لهم جابوا الصورة في الاخر خالص لما الناد الاهل جاب جون انت المجاب جون جابه كابتن سوروت الكابتن الخطيئ وكونا جابينا فاخر خمس دقايق لقطة كده خفيفة عشان ايه يعني يقولك انتو مغلوبين واحد سفر لحد الوقتي فبكلمك اللي انت وفي لقطة تانية كمان فرق تتكلم فيها اللي هي مشداد من اللعيبة راجب تاع الكاميرا راح راح جاب لنا الناس اللي بتفرج عالماتش ما جابناش خلاص اللعيبة خلاص انت فهم ازاي؟ هم اسكية خطيبة تتكلم عليها؟ بس دقايبنا والناد القالي كان مغلوب واحد سفر واخر خمس دقايق هم مفاكريين خلاص والعشر دقايق خلاص الماتش راح يعني ماتش راح خلاص في الجاية تانية بس سبحان الله ربنا عارف الناس تعبت ناس اكتهدت الناس راحت موتت نفسها اعفلين على الفرقة بشكل كويس جدا النهاردة شوفنا محدش الاحتياطي والاساسي الناس كلام موتها نفسيها فده طبيعة فاروق لازم النجاح يجيلك فانا بنكلم النهاردة تفتكر هل الاخراج قاصد الوضع ده طبيعة فاروق ليه طبيعة ليه ما انت بتلعب مع المنتخبات بردك بيحصل معك نفسك كمان هم هم يا فاروق دي ثقافة هو مش عايز يقوم دام بأي حاجة هو مش عايز يقوم دام في اي حاجة حتى النادي الاهلي يشتكي بحاجة يتصور يرجع تاني فالحاجات دي كلها احنا الشمال افريقيا بتعاني منها بشكل كبير يا فاروق هم اسكية احنا بننشد الناس بتوعنا يا جماعة لازم بارك نتعامل بالمس لازم يكون مغنى وردك لازم كل رفسك كلاه في حاجة فاروق انت بتتفرج لازم تحايل اللعيبة عليها اللعيبة ما همهاش اللي بيحصل في المدرك ودي حاجة مهمة جدا قصدك جماهير يا طبعا يا جماهير مشجع فريقها لكن اي فرقة تاني كانت تخاف على فرقة بتنزل رجلها بتخبط خلي بقى كفر ده سيناريو خلي بقى الشماليخ والكلام ده كله هو سيناريو خلي بقى لك زي ما كنت نبدأ بيقول انت غيفة ديها مثلا قبل ما قطش بقى في نص الشوط التاني رح يعمل لك الشماريخ عشان شايفك ضغط شوية رح يعمل لك الشماريخ عشان الملعب يهدى شوية ياخد عشر دقائق ولا ثمان دقائق ادينا تهدى تاني فبكلمك الحمد لله النهاردة اللعيبة تلناد لقى لرجاله سيناريو انت عارفه انا عارفها فرور بس انا بكلمك حتى هو العيبة باستمرار وانهما امتى فالكلام ده كله لا هي مشكورة بس نتكلم من هاردة لا الناس دي لا خلي بالك انت لو لاحظ كمان بعد الجنب ما دخل محمد عبد الميناء امتى لقى لعبتك الوداد دي ابتدت تتخاف من جماهرة يعني ابتدت تلعب الطويل وبيلعبوا خلاص بقى بيلعبوا كلهم ام لعبتوا مكافة على طول الطويل لو كان فيه تركيز شوية من بعض اللعبين من فرصة محمد شريف فرصة ده عبدالقادر افشل اللي راح بيها كان ممكن تكسب وتكسب بشكل كويس جدا لكن انت المباراة انت قاركت بيها بالشكل ده فرصة